هل كهربا ينفع يبقى ليه دور اخر في الاهل كاجناح ولا ينتظر كمهاجم تاني بعده سامة ابو علي انا شايف كهربا دلوقتي يعني ده انسب مكان اللي هو بيلعب فيه حتة المهاجم اللعب الاطراف دلوقتي يعني اللعب الاجناحة دلوقتي بقى متطلب واجبات كتيرة جدا وبقى متطلب واجبات دفاعية مع واجبات هجومية وانت معاك الكرة ليك ايه وانت عليك الكرة بتعمل ايه فانا اعتقد ان هو مقدرش يقوم بالادوار دي دلوقتي ده وجهة نظر انا فاهم يعني وانا خلي بالك انا دايما بقول ان يعني احنا برا احنا مش شايفين حالة اللعبة دي في الملعب احنا مش شايفين حالة اللعبة دي في التمرين بس ايه الفكرة انا بالنسبالي انت النهاردة هو بقاله اكتر من ممكن نقول موسمين او تلات مواسم هو ملعبش في الحتة دي اصلا فانا شاف ان دي برضو حاجة من الصعوبة او حاجة صعب علي ان هو يرجع يلعب تاني طرفي انما هو خلي بالك لما انا وجهة نظري هو لما كان طرفي وكان افيد واخطر من كده بكتير بس اكرم توفيه مثلا لعب موسمين تلاتة كباكرايت ورجع يلعب وسط ملعب مركزه الاصلي تاني وزال فل هو عادي وعظيم دي امكانيات لعيبة وقدرات لعيبة ودايما انا وجهة نظري بقول ان دايما الواجبات الدفاعية او اللعيب اللي هو ميولو دفاعية بحطة انك توظفه في حتة تانية دفاعية بتبقى اسهل شوية من ان انت تخلي مهاجم يلتزم بنحية دفاعية فدي يعني هم مثالين مختلفين شوية عن بعض بس هي دايما اللاعب اللي عنده قدرات دفاعية اكتر وانت حتوظفه في ناحية دفاعية تانية بس في مكان تاني هتبقى اسهل كتير من ان انت تخلي مهاجم يلتزم بالدور الدفاعية هو معه شكور